السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم طلابنا الأفاضل وطالباتنا الفاضلات في تلخيص الوحدة الرابعة من كتاب المدخل إلى دراسة علم الكلام والتي تتعلق بعلم الكلام عند المعتزلة نشأة المعتزلة وسبب تسميتهم بهذا الاسم الرأي المقبول في هذا الصداد هو أن واصل ابن عطاء رأس المعتزلة وزعيمهم مع عمر بن عبيد كانات الميذاني يدرسان عند الإمام الحسن البصري الممثل الكبير لأهل السنة في ذلك الزمن وفي تلك الفترة طرحت وبرزت في المجتمع الإسلامي موضوع مرتكب الكبير كما أشرنا في الدروس الماضية وبرزت هذه المسألة بعد معركتي الجمل والصفين ففي أحد الأيام كان الحسن البصري في حلقة العلم وكان في الحلقة واصل بن عطاء وعمر بن عبيد فجاء رجل يسأل عن حكم مرتكب الكبيرة سأل الإمام الحسن البصري في تلك الفترة كان هناك رأيان في هذه المسألة رأي الخوارج ورأي أهل السنة الخوارج يرون أن مرتكب الكبيرة ما معنى مرتكب الكبيرة؟ يعني الذي يرتكب كبيرة من الكبائر كبائر الذنوب كالقتل والزنا وشرب الخمر والسحر مثلا يرى الخوارج أن مرتكب الكبيرة كافر خارج عن ملة الإسلام يعني الذي يشرب الخمر كافر عندهم عند الخوارج والذي يقتل كافر والذي يزني كافر خارج عن ملة الإسلام وإذا مات ولم يتوب فهو خالد مخلد في النار وعند أهل السنة عندنا أهل السنة والممثلين عن أهل السنة في ذلك الزمان يقولون أن مرتكب الكبير ليس بكافر بل هو مؤمن فاسق مؤمن عاص مؤمن مذنب مؤمن فاسق ما معنى الفسق في هذه النقطة؟ الفسق اللغوي وليس الفسق الديني يعني الفسق الذي لا يخرج عن الملة الفسق الذي فيه معصية فيه ذنب كقوله سبحانه وتعالى في التنابز بالألقاب ولا تنابز بالألقاب بئس لسم الفسوق بعد الإيمان الفسوق المقصود في هذه الآية ليس فسوقا كفريا خارجا عن الملة بل الفسوق بمعنى ارتكاب الذنب والمعصية وهكذا رأى علماء أهل السنة في تلك الفترة أن مرتكب الكبير مؤمن لكنه فاسق إذن أصبح هناك رأيان رأي الخوارج مرتكب الكبير كافر ورأي أهل السنة أن مرتكب الكبير مؤمن لكنه فاسق فجاء هذا الرجل يسأل عن حكم مرتكب الكبيرة وقبل أن يجيب الإمام الحسن البصري سبقه بالإجابة واصل بن عطاء فقال أنا لا أقول إن مرتكب الكبيرة كافر مثل الخوارج ولا أقول إنه مؤمن مثل أهل السنة طيب هو ماذا لا هو كافر ولا هو مؤمن ماذا هو قال هو في منزل بين المنزلتين هو في مرتبة بين الكفر والإيمان لا هو مؤمن ولا هو كافر لكن عندما يموت من غير توبة يعني مات ولم يتوب هو خالد مخلد في النار في هذه النقطة تتفق رأي آراء المعتزلة مع آراء الخوارج فطرح مسألة المنزل بين المنزلتين وانزوى وانعزل إلى سالية من سواري المسجد فقال هو وأصحابه فقال عنهم الحسن البصري اعتزل واصل مجلسنا فمن أجل هذا سمي واصل بن عطاء ومن اتبعه واعتنق رأيه بالمعتزلة لكن المعتزلة يطلقون على أنفسهم اسم العدل والأهل العدل والتوحيد الأسباب التي هيئت لنشأة المعتزلة هي ثلاثة الأسباب البحث عن حلول للاختلافات الواقعة بين المسلمين حكم الذين شاركوا في معركة الصفين حكم مرتكب الكبيرة كما أشرنا إليه سابقا الدفاع عن الإسلام في تلك الفترة اتسعت رقعة البلاد الإسلامية ودخل في الإسلام ناس كانوا يحملون عقائد مختلفة وفلسفات متنوعة فمن أجل هذا أدخلوا بعض العقائد والفلسفات إلى العقيدة الإسلامية أو طرحوا شبهات وطرحوا مشاكل عويصة أو ردوا على بعض العقائد الإسلامية فمن أجل هذا وقف المعتزلة موقف الدفاع عن الإسلام وعن العقائد الإسلامية فأصبحت هذا الموقف أصبح هذا الموقف سببا من الأسباب التي هيئت لنشأة المعتزلة وكذلك أنشطة الترجمة كانت لها دورا بارزا في نشوء مذهب المعتزلة الآن نأتي إلى الأصول الخمسة للمعتزلة الأصل الأول التوحيد التوحيد عند المعتزلة هو نفي الصفات المصدرية لتعدد القدمة لنقف في هذه الجملة كثيرا كما وقفنا في هذه المسألة في الدروس الأخرى لنوضحها أكثر قلنا في الدلس الماضي أن صفات المعاني خمسة في الحقيقة أن صفات المعاني سبعة صفة العلم والقدرة والإرادة وصفة الكلام والحياة والسمع والبصر هذه الصفات السبعة تسمى صفات معاني هذه الصفات مصدرية قدرة إرادة علم حياة كلام سمع بصر من هذه الصفات المصدرية السبعة تشتق صفات أخرى تسمى بالصفات المعنوية بالصفات المعنوية هذه الصفات تسمى بالصفات المعاني وهذه الصفات المشتقات كونه تعالى عالما كونه تعالى قادرا كونه تعالى مريدا كونه تعالى سميعا كونه تعالى بصيرا هذه الصفات تسمى بالصفات المعاني بالصفات المعنوية والصفات المصدرية تسمى بالصفات المعاني أنكر المعتزلة صفات المعاني كلها أنكروا صفات المعاني وأثبتوا بعض الصفات المعنوية وقالوا إن الله تعالى عالم لكن بذاته قادر لكن بذاته سميع بذاته بصير بذاته ونحن نقول إن الله تعالى عالم بعلم قادر بقدرة سميع بالصفة السمع بصير بماذا بصير بصير بصفة البصر نحن نثبت الصفات أهل السنة يثبتون صفات المعاني والصفات المعنوية هم يقولون إن إثبات الصفات المعاني إثبات صفات المعاني تخالف التوحيد كيف تخالف التوحيد؟ لأن ذات الله سبحانه وتعالى ذات قديم ولو قلنا إن هذه الصفات السبعة المعاني أيضا قديمة أصبح هناك تعدد في القدماء لأنهم يتصورون صفات المعاني خارج عن ذات الله تعالى نحن لا نتصور هذا التصور لا نقول إن الصفات المعاني السبعة خارج عن ذات الله سبحانه وتعالى هم هكذا يتصورون أن هذه الصفات خارج عن ذات الله فأصبح هناك ذات قديم وصفات سبعة قديمة فأصبح هناك تعدد للقدماء ويجب أن يكون القديم واحدا من أجل تحقق التوحيد فمن أجل هذا كيف نحقق التوحيد ننفي الصفات المعاني نقول أن الله عالم لا بصفة العلم عالم بذاته ذاته عالم قادر لا بصفة القدرة بل قادر بذاته سميع بذاته وهكذا نفو الصفات المصدرية من أجل عدم الوقوع في تعدد القدماء كما يقولون أو كما يدعون وأهل السنة لا يرون وجود الصفات قديمة خارج منفك عن ذات الله نحن نثبت صفات المعاني السبعة ونقول أن هذه الصفات ليست هي عين الذات ولا هي غير الذات ولهذا السبب لا داعي من الخوف من تعدد القدماء والمسألة الأخرى المتعلقة بالتوحيد تأويل الصفات الخبرية أشرنا إليها في الدروس الماضية الصفات الخبرية هي تلك الصفات التي وردت في القرآن الكريم والتي فيها تشبيه يعني ظاهرها فيها تشبيه وتجسيم الله سبحانه وتعالى وتشبيهه بمخلوقاته فهم أول الوجه وأول اليد وأول العين وكذلك صفة القدم إنكار صفة الكلام كما قلنا لتعدد القدماء وأن الكلام ليست صفة عندهم بل كما أشرنا قبل ذلك في الدروس الأخرى وأن الكلام فعل من أفعال الله تعالى وأفعال الله تعالى حادثة إذن فالقرآن حادث ومخلوق وكذلك نفوا رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة الأصل الثاني العدل إن معنى كون الله تعالى عادلا هو عدم خلقه لأفعال العباد هكذا يقولون العدل معناه أن الله لا يخلق أفعال العباد العباد هم الذين يخلقون أفعالهم العدل مفهوم العدل هو عندهم هكذا يعني عندما تسأل المعتزل ما هو العدل يقولون العدل أن الله لا يخلق أفعال العباد لماذا؟ لأنه يقولون ليس من العدل أن يخلق أفعالي ثم يحاسبني على هذه الأفعال هذا ليس من العدل فمن أجل هذا قالوا أن الإنسان هو الذي يخلق أفعاله إما بالمباشرة أو بالتولد ومن مقتضيات عدالته أيضا وجوب فعل الصلاح والأصلح يعني من المقتضيات مجبت عدالة الله أن يفعل ما هو في صلاح العبد ما هو في منفعة ومصلحة العبد أي شيء في مصلحة الإنسان وفي مصلحة العباد يجب على الله تعالى عقلا هكذا يقولون أوجبوا على الله تعالى عقلا أن يفعل الأمور التي في صالح العباد وكذلك عدم تكليف العباد ما لا يطيقونهم ومن بعض الأحكام التي بنيت على مفهوم العدل عند المعتزلة هو عدم تعذيب الله تعالى المطيع من عباده المطيع من عباده من عباد الله تعالى يجب على الله عقلا هكذا يقولون يجب على الله أن لا يعذب المطيع عندنا أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى صحيح لا يعذب المطيع لكن لا يجب على الله عدم تعذيب المطيع نحن لا نوجب شيئا على الله لا نوجب على الله فعل الصلاح والأصلح ولا نوجب على الله إثابة العاصي أو تعذيب المطيع لكن الله سبحانه وتعالى عندما لا يعذب المطيع فهو بفضله وكرمه وهو الذي أخبر بذلك في القرآن الكريم فمن أجل إخباره في القرآن الكريم هو لا يعذب المطيع ولا يثيب العاصي لكن عند المعتزلة كل ذلك واجب على الله تعالى عقلا وكذلك عدم جواز تعذيب أطفال المشركين الوعد هو وعد المطيعين بالثواب والوعيد هو توعد العصات بالعقاب في الآخرة وهذا الأصل في الحقيقة هو نتيجة من نتائج أصل العدل لأن تعذيب المطيع وإثابة العاصي يخالف عدالة الله تعالى والقرآن الكريم ذكر بالتفصيل كل ما يتعلق بفعل الحسن والقبيح ويجب على الله تعالى أن ينفذ وعده ووعيده المنزل بين المنزلتين أشرنا إليه في بداية الدرس يرى المعتزل أن الذي ارتكب كبيرة ثم مات ولم يتب فهو ليس بمؤمن ولا بكافر وحكمه في الآخرة في هذه النقطة يتفقون مع الخوارج وحكمه في الآخرة أنه خالد مخلد في النار ولكن عذابه أخف من عذاب الكافر فهو أي مرتكب الكبيرة في مرتبة بين الإيمان والكفر وهذه المرتبة عند المعتزلة هي مرتبة الفسق فإن تابعا كبيرته فهو مؤمن من أهل الجنة والأصل الخامس هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى هنا أتينا إلى نهاية الدرس أشكركم لحسن إنصاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته